السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية عاشر اليوم إن شاء الله سندخل في قانون القوة العمودية أخذنا المرة الماضية عن تعريف القوة العمودية حكينا هي القوة التي تلامس بها جسم سطح جسم آخر يلامسها يعني يا عاشر الجسم اللي بيكون موجود عندي في وضع اتزان بيكون عم بتأثر بقوتين قوة عمودية للأعلى وقوة الوزن إلى الأسفل مثل لما تحط كتاب عندي على الطاولة ليش اللي بيخلي الكتاب يتزن اللي هو وزنه إلى الأسفل والقوة العمودية المؤثرة فيه إلى الأعلى برضو يا عاشر بالنسبة للجسم هذا نفس ما أخذنا بقوة الشد إذا كان هذا الجسم ساكل رح تكون مجموعة القوة المحصلة عليه تساوي سفر أما إذا الجسم تحرك سواء يمين شمال طلعنا لفولة للتحت بدي يسير في عندي في هاي الحالة قوة محصلة رح ناخد مثال على القوة العمودية تسحب رافعة سيارة كتلتها 900 كيلوغرام من السكون على طريق أفقي أملس بقوة شد مقدارها 2000 نيوتن بحيث يميل بزاوية 37 درجة إذا علمت أنك ساين 378 ساين 376 تسارع السقوط الحر عشرة احسب المركبة الأفقية والعمودية لقوة الشد والقوة العمودية المؤثرة في السيارة اللي هي رمزناها يا عاشر بالرماز أف أن أول إش رح أكتب المعطيات الموجودة عندي أول إش فيه عندي الأم تساوي 900 كيلوغرام عندي كمان قوة شد اللي هي Ft تساوي 2000 نيوتن في عنا يا عاشر الكوسين 37 اللي جتها 37 8 من 10 برضو في عنا جاب 37 6 من 10 تسارع السقوط الحر 10 هاي المعطيات يا عاشر الموجودة عنا بتهم بالفرع الأول المركبة الأفقية وبتهم المركبة العمودية طبعا يا عاشر بالنسبة للمركبة الأفقية والعمودية لأي قوة بتهميها لقوة الشد طبعا المركبة العمودية والأفقية أخذناها الفصل الأول يا عاشر اللي هي كانت ترمز المركبة الأفقية اللي هي عاشر كنا نسميها الإحداث السيني يعني بدي أسميها Fx والإحداث السيني كانت تاخد الكوساين والإحداث الصادي كانت تاخد الساين إذن كيف بدي أطلع قوة الشد اللي هي عشر Fx اللي هي المركبة الأفقية تساوي Ft ضرب كوساين ثيتا اللي هي عشر بدهم قوة الشد إذن رح أستخدم قوة الشد ضرب كوساين الساوية اللي موجودة عندي وأضربهم حتى أطلع المركبة الأفقية قديش عندي Ft معطينا إياها 2000 ضرب كوساين السبعة وثلاثين هو يساوي 2000 ضرب 8 من 10 يطلع عندي عشر 1600 نيوتن بكون إياك طلعت عشر المركبة الأفقية هلأ بدنا المركبة العمودية هاي المرة مش Fx Fy رح يكون مش كوساين رح يكون عندي ساين Fy تساوي Ft ضرب ساين الثيتا ويساوي 2000 ضرب ساين 37 ويساوي 2000 ضرب معطيك ساين 37 ويساوي تسارع سقوط الحر المركبة الأفقية والعمودية اللي أخذنا الفصل الأول دائماً يا عاشر المركبة الأفقية بتاخد الكوساين قوة الشد ضرب الجتة والمركبة العمودية بتاخد الساين يا عاشر اللي هي قوة الشد ضرب الجب الجب موجود عندي الجتة موجود قوة الشد موجودة بس بطربها ببعض طيب هلأ عاشر بدنا بالفرع الثاني القوة العمودية إذن تنين القوة العمودية بدهم بالسؤال المؤثرة في السيارة هلأ يا عاشر بما أنه الجسم معطيك يا من الأساس ساكل بدأت تكون مجموعة القوة المحصلة تساوي صفر إذن بما أن الجسم قال لك الجسم ساكن مكانه ما تحرك تكون مجموعة القوة المحصلة تساوي صفر بطبخ القانون اللي أخدناه عاشر اللي هو مجموعة القوة المحصلة تساوي FN ناقص FG هو يساوي هنا طبعا صفر FN اللي بدي إياها ناقص FG الوزن هي عبارة عن M ضرب G 0 تساوي القوة العمودية ناقص 900 ضرب 10 بطلع عندنا FN تساوي 9000 نيوتن اللي هي عاشر القوة العمودية تطلع عندي القوة العمودية 9000 نيوتن طيب أنا هلأ طلعت القوة العمودية المطلوبة بس عاشر بدي أرجع لسؤالي بلاحظ يا عاشر أنه هنا بالسؤال برضو في عندي قوة شد أنا حتى أطلع يا عاشر القوة العمودية لحالها لازم ألغي قوة الشد من عندي يعني هلأ أنا عموديا رح يأثر عندي طبعا عاشر عموديا رح يأثر عندي قوة شد ورح تأثر عندي قوة عمودية أنا المطلوب مني أني أطلع القوة العمودية كيف ممكن أستثني قوة الشد منها إني أطرح يا عاشر بما أنه يوجد قوة شد أنا بدي أخلي القوة العمودية لحالها بما أنه يوجد قوة شد نطرح القوة العمودية من قوة الشد لازم نطرح القوة العمودية عاشر من قوة الشد حتى نجد فقط القوة العمودية حتى عاشر ما يطلع معانا غير بس القوة العمودية لازم نطرحه من بعض اللي هي عاشر تسع آلاف ناقص ألفين ويساوي سبع آلاف نيوتن إيش طرحت أنا؟ طرحت يا عاشر اللي هي الأفأن ناقص أفتي صح؟ وطلعت معانا اللي هي سبع آلاف إذن أفأن تساوي سبع آلاف نيوتن طرحت القوة العمودية من قوة الشد حتى أخلي فقط يا عاشر القوة العمودية من واجبتي عاشر إلى تسع آلاف اللي هي قوة العمودية اللي طرعت معي طب والألفين اللي هي عاشر قوة الشد فبطلع معاي سبع آلاف نيوتن اللي هازم تطلع عندي القوة العمودية لحالها تمام يا عاشر نكتب يا عاشر تلخيص على الدفتر ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة